اشتركوا في القناة من شهرتها الحالية إلى تأثير الأشهر الهادئة التي أنضتها في صفوف جماعات السكان الأصليين في الثمانينيات إنهم يجلسون أمامي ويلتقطون صوراً ويصورون وأنا أراقبهم ولا يمكنهم الهروب إلى أي مكان باستثناء أنفسهم وعندما يحصل ذلك تطف المشاعر وهذا ما كنت أسعى إلى الإثارة فيهم وفي سيدني تغوص الفنانة في إطار مشروع بعنوان مارينا إبراموفيتش إن ريزيدنز في الطريقة التي يمكن لها أن تنقل تجاربها من خلال تحولها إلى قائد أوركسترا في فصحات العرض وعبر دفع الزوار إلى تغيير نظرتهم للفن وسترعى الفنانة التي تقيم في نيويورك وتعمل فيها 12 فناناً أسترالياً شاباً فتقدم لهم المساعدة التي لم تحصل عليها خلال 40 عاماً من العروض الفنية المنفردة